كوارث التغير المناخي باتت تعصف بمستقبل كثير من أطفال العالم وتحرق أمال أخرين أو تجري في استقرارهم الأسري والنفسي إذن وكما نتابع أيضا في هذا التقرير مشاهدين فيضانات وعواصف وجفاف وحرائق ناقوص خطر جديد دقته منظمة اليونسيف عبر تقرير رصد تأثير ظواهر المناخية الحادة الناجمة عن الاحتباس الحراري على حياة 43 مليون ومئة ألف طفل أجبر على التهجير خلال ست سنوات فقط بين عامي 2016 و2021 نتيجة الفيضانات والعواصف والجفاف والحرائق أيضا الأنواع الأربع المذكورة من الكوارث المناخية التي يزداد تواترها وشدتها مع ظاهرة الاحتباس الحراري أبعدت هذا العدد الهائل من الأطفال عن ديارهم داخل 44 دولة 95% منها مرتبطة بالفيضانات والعواصف حسب تقرير اليونسيف على رأس الدول الأكثر تضررا من ظاهرة تأتي الفلبين والهند والصين بما مجموعه 23 مليون طفل نازح خلال ست سنوات وذلك بسبب عدد سكانها الكبير جدا وموقعها الجغرافي لتتضح الصورة أكثر فحجم النزوح الذي رصده التقرير يعادل حوالي 20 ألف حالة نزوح لأطفال يوميا علما أن الطفل يمكن أن يضطر للنزوح أكثر من مرة كما أن هلاء القاصرين يتعرضون بعد ذلك لمخاطر متعددة من احتمال الانفصال عن عائلاتهم أو الوقوع في شباك عصابات الاتجاري بالأطفال أما استشاف المستقبل فيظهر صورة أكثر قتامة إذ يذكر التقرير أن التوقعات الجزئية تشئ بأن فيضانات الأنهار مثلا يمكن أن تتسبب وحدها في 96 مليون طفل مهجر في السنوات الثلاثين المقبلة بينما قد تسبب ظاهرة أو ظاهرة مناخية قاسية أخرى هي الأعصير والرياح المصاحبة لها في 10 ملايين و300 ألف حالة نزوح حتى عام 2050 ومع كل الأثار المدمرة التي خلفت تلك الظواهر الناجمة عن التغيير المناخي على هؤلاء الأطفال فأن تقرير المنظمة الدولية حذر من أن تلك الإحصائيات المفزعة ليست سوى البداية